هذا وتشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومائتين وثمانية وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وسبعة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من تسعمائة وثلاثة وخمسين ألف شخص